كيف يمكنني أن أحيا حياة القداسة؟ واحد ما فيش حاجة أسمع حياة القداسة من غير روح القداسة اللي هو روح القدس يبقى إذا لم أحصل على نقطة التواصل نقطة قبول الروح القدس لا يوجد طريق لأن أحي حياة القداسة فعليه الإنسان ينبغي أن يسأل نفسه هل هو قبل الروح القدس؟ هل صار الروح القدس إليه كعطية من الله؟ هل هو طلبها؟ هل كان فاهم أنه لازم يطلب عطية روح القدس؟ المسيح لما التقى بالمرأة السامرية لا لو كنت تعلمين من هو الذي يكلمك وما هي عطية الله؟ لطلبتي منه فأعطاك ماء حيا كان بيتكلم عن الروح القدس والعبارة موجزة أن عطية الله هو الروح القدس وأن المسيح هو الذي يعطي هذه العطية للإنسان إذا طلب منه الحاجة التانية بقى يا دكتور ودي مهمة أوي عايز أو أضحها وهي أنه أن الروح القدس يغم الروحي فإذا غمر الروح القدس روحي فتكون روحي متأثرة بتأثير روح القدس والعكس صحيح العكس صحيح إذا كانت روحي مغمورة بروح الغضب مثلا أو بروح الكبرياء مثلا أو بروح الإدانة والنقد وبعدين يعني مثال أقول لابني اركن العربية كويس أنت لكنها غلط لكده العربية حتتخبط نصيح نصيحة جيدة ولكن يمكن أن أنا أقول هذه النصيحة الجيدة وأنا غضان من ابني وطريقة ركنه للعربية غضان منه هذه معناها أن روح الغضب أتى على روحي ومن ثم فتحدث يعني مشكلة في الكلام مع ابني ويأتي صديق وقول له أنا ما قلت لهش حاجة زعله ده أنا بقول له اركن العربية هي دي حاجة زعل ما هو الكلام ما فيهوش حاجة زعل لكن الروح اللي أنا كنت تحت تأثرها وأنا بتكلم اتنقلت لابني وجراحته قد أكون غضبان قد أكون بحتقر طريقته في الراكنة قد أكون عندي استعلاق وشايفه إليل ومش عارف يتعلم كلها الروح الشرير بصور مختلفة ومن ثم الغلطة الكبيرة اللي الناس بتقع فيها إنها بتعتمد على قلت له وعملت له وما بتركز على من أي روح كنت أنا وأنا أتكلم أو وأنا أفعل يبقى الخطوة الأولى إن أنا أقبل روح قدس خطوة تانية أن أحتفظ بالعطية وأحتفظ بنفسي تحت سلطان الروح القدس وأخد بالي إنه ما بقاش تحت سلطان الروح الشرير تقول لي طب وفيه حد ما بيغضبش ما هو فيه مواقف بتنرفز فيه مواقف بتخلي واحد يعني يطير صوابه حينما تكون من روح الغضب ما تتكلمش وما تاخدش قرارات وما تتنقش وما تصرش إن لازم أقوله ولازم أسمع دلوقتي ليه من تشايف نفسك أيها الإنسان إنك تحت الروح غلط فحينما تكون من الروح الغلط اسكت ويعني حاول إنك تتخلص منه وتستعيد الروح القدس وسيادته على نفسك وبعد كده نتكلم وبعد كده نتصرف وبعد كده ناخد قرارات وترتيبات وما إليه يبقى دي واحد أقبل الروح القدس اتنين أبقى تحت سلطان الروح القدس وتبقى روحي من الروح القدس متوفقة معاه وتلاتة هي الوصية الوصية التي أعطيت بالروح القدس هتديني المصابيح الإرشادية يبقى أنا دلوقتي بقيت من الروح القدس وعندي كمان الوصية بتديني المصابيح الإرشادية أتكلم إزاي أخد قرارات إزاي أتصرف إزاي فتخرج أعمالي بالله معمولة هي دي هو ده السلوك بالقدس وعكس هذا إن أكون بقى من الروح الخاطئ الكلام ينقل الروح الخاطئ ويجرح ويعمل خطايا وعثرات وإلى آخره وهذا هو الخروج من حياة القدس ترجمة نانسي قنقر